بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقة الوصل الاحداث متسريعة جدا في المنطقة وكم الاخبار ممكن العقل ما يصدرش يستوعبه ويتفاعل معاه لانه عامل كده زي رصاصات بتنطلق امامك وانت مش عارف الرصاصة دي طلعة من مين عشان تصيب مين هي رصاصة ودوشة وزيطة وفي جرحة وفي قتلة وفي حسابات كتيرة احنا بنحاول من قانل اخر ان احنا نتوقف امامها علشان نفهم هو ايه اللي بيحصل خذ بالحضراتكم في واحد اسمه سانتسو ده مؤلف كتاب شهير اسمه فن الحرب الرجل ده مات من 2500 سنة وظل كتابه واحد من يعني المراجع الاساسية لاي ناس بتشتغل في الاستراتيجية قال انا مستعد ان انفق نصف ما املك علشان اعرف مين صديقي ومين عدوي ومين صديقي المحتمل ومين عدوي المحتمل لانه عادة الضربة بتجيلك من مأمنك عندنا الشاعر العربي الشعير بيقولك ومن مأمنه يقتل حذر مهما كنت حذر خلاص انت مأمن نفسك وعارف ايه المصادر المختلفة والمحتملة لان ينفذ لك منها اعدائك ولكن ما بالك باصدقائك ماذا لو جاءت الضربة من صديقك طيب كل ده انا بقوله ليه بقوله علشان في تطورات كتيرة بتحصل واحنا محتاجين نكون مستوعبين هي ايه هبدأ بثلاث تويتات خرجت من الدكتور انور قرقاش اللي هو وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة حليف اساسي معنا واعتقد ان احنا وهم اريين خريطة المرق الشرق الاوسط بنسبة تطابق عالية جدا الرجل بيقول في ثلاث تويتات الاولى في التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة في تنافس جيوستراتيجي جيوستراتيجي جيو من كلمة جغرافيا استراتيجي يعني وضع تخطيط للمنطقة فكأنه بيقولنا ان الجغرافيا مع الاستراتيجية في حد بيحاول ان هو يستفيد من الفرص المتاحة جغرافيا تقارب دولة مع دولة وجود حدود ما بين دولة وتانية في انه يعمل استراتيجية علشان يحقق بها مصاره تبقى فيه تنافس جيوستراتيجي جاري في المنطقة الحاجة الان اكثر الحاحن لتعزيز المحور العربي ننكز هنا هو بالكلمة العربي هنا لها دلالة محددة جدا وعموديه الرياض والقاهرة يبقى الكلام مباشرة ان القاهرة والرياض عليهما تالي حضراتكم بتابع البرنامج ده قلنا اكتر من مرة انه الامور لابد ان تصل بين مصر والسعودية لدرجة ان يكون هناك تطابق تام في الادراك المشترك لمصادر التهديد المحتملة اللي انا عدت ساعتها فصرتها وقلت ما ينفعش يكون في عدو للسعودية صديق لنا وينفعش يكون في صديق لنا عدو للسعودية لازم يكون في تطابق ليه نكمل مع بعضين الكلام اللي بيقوله التنافس الاقليمي على العالم العربي حائط صده عربي يعني بيكمل بيقوله هناك عدة محاور اقليمية ايه بقى المحاور الاقليمية دي طبعا هو ما قالهاش بس هي ايه فكر في ايران والمحاولها بتعملها ايران مع شيعة في كتير من الدول اللي فيها فيها نسب من الشيعة مع حثيين في اليمن مع الشيعة في العراق وفي سوريا وحزب الله في لبنان يبقى ده محور تركيا وايه اللي بتعمله تركيا في المنطقة ويعني ايه النهاردة يكون موجود في تونس ومبارح في السودان وقابلها في تشاد طب عايز يوصل لايه دي مش المجال الحيوي لتركيا اذا في تنافس جيد اسرائيل واسرائيل لا شك انها فاعل كبير جدا طب اثيوبيا برضو فاعل مهم جدا على الاقل في منطقة حوض النيل طب ده معنى ايه فين بقى المشروع العربي في هذه المسألة نرجع ليه الدكتور انور قرقاش هناك عدة محاور تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي يبقى من الشركاء او نقول دول الجوار غير العربية عايز انها توسع نفوذها على حساب العالم العربي اطماعها تغطيها الطائفية والحزبية طبعا لان انت في النهاية هيكون في ناس مناصرين ليك لاسباب حزبية ما بين قصين ايدولوجية اشي اخوان واشي جماعات واشي كذا وطائفية اشي شيعة واشي سنة واشي مسلم وغير مسلم الى اخره والرد العربي مطلوب وعبر تكاتف وتعاون وتنسيق تنسيق اسف يدرك ابعادنا يجري النظام العربي في مأزق والحل في التعاضي والتكاتفي والتعاون امام الاطماع الاقليمية المحيطة المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول والعالم العربي لن تقوده طهران او انقرة هنا يفصح بشكل مباشر عن طهران وانقرة يعني عن ايران وتركيا بل عواصمه مجتمعة يعني عواصم العالم العربي مجتمعة هي من ستحدد مصير القضايا الكبرى في المنطقة او هذا ما ينبغي ان يكون اتهت مع زملاء شوية فان احنا نحاول نجاوب على سؤال لو انا النهاردة صانع القرار السياسي في مصر صانع السياسة الخارجية المصرية وطلبت من حد اللي بيشتغلوا معايا قلت له ايه هي دوائر التحالفات اللي موجودة في المنطقة معي او ضدي مين معايا ومين ضدي تصورنا انه الشكل التالي ممكن يكون الاجابة عدراتكم لو شفتم ده مخطط حصار اسف حصار مصر والسؤال كيفية افشالي طبعا انا هحاول اشرح على الشاشة اللي عندي واتمنى انه الحاجات البلوكات دي اللي فوقه تحت ما تكونش بتعوق حضراتكم مع القرارة يعني دي دي مصر حاطين مصر في النص اتبار ان احنا طبعا هذا اول ما يعنينا بل ربما هو اهم ما يعنينا تمام مين معانا معانا الخليج معانا الاردن معانا دولة زي يونان دولة زي قبرص واحد يقول لي يعني ليه حاططهم هنا معانا دولة قبرص دي ما هيش دول مهمة فكر بمنطق او نفكر مع بعض بمنطق دي مصالح استراتيجية في الشرق الاوسط احنا عندنا عدو للأسف الشديد هنحطه ضمن العلامات اللي باللون الاحمر دي ايران يعني دولة معادية لنا قطر السودان تركيا احنا كائننا في النص ما بين هذا الحصار ده مش حصار جغرافي وانما هو حصار والحقيقة انت لكرت فيها تليه برضو في بعده جغرافي ايران في اخر الدنيا بس اخد بالك ان حلفاء ايران على مرمى يعني ديهم مننا يوم تفكر ان تركيا فوق خالص في الشمال اه بس ايها النهاردة رايحة لجزيرة اسماس واكن بتاخدها من السودان فكأنه ضمن انتركيا بقت جارة لنا لما تفكر كده امريكا دولة شرقا وسطية صحيح في اخر الدنيا بتاخدناها 12-13 ساعة عشان نوصلها بالطيارة بس لا هي موجودة بقواعدها العسكرية المنتشرة في المنطقة بحلفتها الكبرى اسرائيل في خريطة تانية غير خريطة الجغرافيا بمعنى التباعد والتقارب ما بين الدول وما بين الاماكن لا في خريطة نفوس مين ليه نفوس على مين ممكن تلاقي دولة في من ايطاليا هي من اهم الفاعلين فيما تعلق بمستقبل ليبي على سبيل بحكم الاستعمار النهاردة بتلاقي انه كتير قوي من مشاكل لبنان يقولك لا احنا لازم نرجع لفرنسا بحريس لازم تكون طرف في هذا الموضوع هنا بقى فكرة السيادة والاستقلال والأي مدى انك انت قاضع انت انك انت تسيطر على كامل طرابك وكامل مصالحك كمان طب دي دول احنا لنا معاها علاقات طيبة دول الخليج الاردن اليونان قدرس الدول بقى اللي تسبب لنا مشاكل هي ايران وقطر والسودان وتركيا ايه اللي خلينا نقول كده حضراتكم شوفوا حاجات كتير قوي طبعا كلام عن قطر هي عدو لحلفاء لنا وصلنا معهم لدرجة انه بقى في تطابق شديد في ادراك مصادر التهديد وبالتالي ايران بتأثيري على دول الخليج دولة زي الامارات دولة زي الكويت دولة زي البحرين دولة زي المملكة عربية السعودية هي بشكل مباشر بتؤثر عليهم معنى انه ايران تكون طرف فاعل طرف مؤذي طرف مضر بمستقبل سوريا او مستقبل العراق او مستقبل لبنان يبقى ده معناه انه احنا في مصر متأثرين وبالتالي نقدر نفهم لك هو ايه اللي بيخالينا نمنع السياحة الايرانية لمصر يعني فكر هو ايران الساحل الايراني مش بيجي يشتري شفت حاجات ويروح لا ده فلان ونقدر نعمل لنا مكان يعني نقدر نستوقع ننشر في المذهب الشيعي نوزع فيه كتب ولا اخر زي الفكر بتحسن البنة وغيره ما انتشر كده يعني كتبه مكان وإلى آخر فلازم تكون فاهم أو لازم نكون احنا فاهمين انا كصانع بدعي يعني لانا في موضع بسأل ناس مستشارين بقولهم ايه مين معايا ومين ضدي لا ايران طبعا مش بالضرورة لانها عدو مباشر ضد مصر انما هي عدو لأهم حلفاء مصر في دول الخليج قطر يهمني في قطر ويهمني في ان حضراتكم تشوفوا بس حثيارنا لل الخطوط لدلالة حشوك قطر وتركيا العلاقة بينهم خط اسود مستقلص يعني استبلش تمام بقى قطر وتركيا وتركيا والسودان وقطر والسودان بقى في تحالف على مستوين مستوى ايديولوجي مستوى الافكار ومستوى انترست حضراتكم احنا عندنا ايدياز اللي هي افكار وانترست اللي هي مصالح فسواء بحكم الافكار او بحكم المصالح بقى في مصلحة ما بين تركيا والسودان وبين قطر والسودان وقطر وتركيا يخلي التلالة لهم تقنون بيحصرون احنا مصر طب الخطر ده بيتمثل في ايه قطر مش هتحربك يعني الخطر مش تبع ديش من عندها يحربنا وانما تقدر تمول حماس او تقدر انها تمول السودان او تقدر انها تدخل في تحالف مع تركيا او تحالف مع ايران طب لما بتعمل ده بقى حراككم بقى يعني عشان ما كلكعش الدنيا قطر دي ينزل منها سهم اصفر زي ده او اورنج معرفش حالك شايفين ويهي عندكم في الشاشة برطقاني ده من قطر يوصل لليبيا وليوصل لاثيوبيا ويوصل لليمن ويوصل لي لبنان يعني اقصد احنا ممكن نخلي الخطوط دي بس ان خليطها تبقى موقدة جدا ومشانا نستوعب منها انما انا بس امتداد الخط الورنج ده او البرطقاني من قطر لحماس للسودان لليبيا لاثيوبيا بيخليك تستوعب انه كل دولة من دول همت لو انا الوقت بشتغل في المخابرات القطرية هل تكون قدامي خليطة شبه دي انا مول مين عشان يعمل ايه انا ليه عايز ليه موطق قدم في مكان معين عشان هعمل بايه مرة تانية افكر انه مصر النهاردة هي الجائزة الكبرى للي عايز يدمر المنطقة مش يدمر يعني يعيد تشكيلها يعني بلا شكيل ما يتدمرها يعني يعيد تشكيلها تماما مين اللي وقف له حجرة عطا مين اللي مانع حاجة كتير او تحصل بما فيها ومصر كانت بعفيتها تماما يعني ما كانتش منكفئة على ذاتها في اخر 15 سنة ربما ما كانتش حاجة كتيرة اوي حصلت انما المعنى اجمالا انه قطر هبتساعد بتساعد حماس بتساعد ليبيا بتساعد خدوا لحظة لكم كل الاسماء اللي مكتوبة بلون ازرق دي احنا عطينا معاها علامة استفهام كيانا بيقول دي لسه تفاحة حد هيفوز بيها حد هيوصل لها حد يا هم يا احنا من الاخر يعني حماس قداما علامة استفهام هي معانا ولا ضدنا هل هي مع قطر وتركيا ولا مع مصر والسعودية والامارات والاخر هي لازم تختار طبعا اخدوا بالا حياتكم مش يعني مش عايزة اقوز شيعة يعني معلومات بس يعني خلاكتي لأوا بتحصل في المفوضات ما بين فتح وقتر او اسف فتح وحماس لا هي برغبة فتح ولا هي برغبة حماس يعني ما احنا يعني شايفين الاضيار تتبزق وبضيع وبيضيعونا معاهم لا موانا تتفهم ليبيا السؤال ليبيا باللون الازرق واعلام تستفهم ليبيا غير مستقر مع مين في ناس معانا وفي ناس ضدنا في ناس بت يعني الترابولس دي والمينة بتاعتها بقت شبه مستعمرة تركية طب احنا نقبل بدا ما نعراش اثيوبيا معانا ولا ضدنا طب نعمل ايه عشان نرجعها ليه ما بقولكش يا خلاص ضدنا لانه لسه النهاردة في وزير الخارجية بيقولك انا رايح علشان اقدم لهم عرض بيقول في كذا 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 لسه رئيس وزراءهم بيقولك انا جايلكم في البرلمان المصري عشان اقولكم كذا وكذا طيب ما نسمع منه لان انا مش عائم وانا لو خلت دي كلها لون احمر مضادلية يبقى انا اخسرت يبقى لعبة الشطرنج بتاعتي اللي انا عايز اكسب فيها خانات انا اخسرتها لا اثيوبيا ضدي ولبيا ضدي والسودان ضدي وحماس ضدي وقطر ضدي ولبنان ضدي واليمن ضدي طب وانت بتعمل ايه عشان كده وصالع السياسة الخارجية المصرية لازم يكون عنده رؤية ازاي يخلي اثيوبيا دي معايا هنا ليبيا دي معايا هنا معايا مع الخليج والاردن واليونان وقبرص وواء والاخر نخلق مصالح نخلق مساحة من الاتفاق المشترك طب انا اعمل ايه خد ورا انا هقول كلام بايخ بس يعني الاسف بيتقال انه هما بيعونوا معنا كده هو عمل ايه في مصر لما لقاها قوية وماتين قالك خلاص نزعز عاستقرار مصر من الداخل طب انا بامكاني ايه بامكاني بديل من اتنين شايفين حضراتكم قطر وحماس في خط كده في النص خطين زور احنا حطينهم عشان نقول لحضراتكم ان احنا دخلنا في خط العلاقة بين قطر وحماس وقفنا العلاقة قلنا لا حماس اختاري يتكوني مع قطر يتكوني معنا وانجحنا في ان احنا نخلي حماس تروحنا احيتنا خطوة او اتنين ببقولش انها بعت حليف لنا وإلا كنت عطتها مع دول الخليج والاردن واليونان وابرس والكلام ده انما لا احنا ليه قطعنا عليها الخط لانه احنا مش عايزين حماس تكون مجرد معول شكوش سطور في ايد قطر البديل التاني هو ان انا نقرف قطر نفسها هو بيخلق عدم استقرار عندي في مصر طب ما انا اخلق له عدم استقرار عنه في قطر اخلق عدم استقرار اخلق عدم استقرار في تركيا اخلق عدم استقرار في السودان دي طريقة معرفش احنا نحب نعمل ده انا بقول ده انا معتز ده نتعلمته يعني هل صانع القرار المصري يحب يعمل ده او لا انا معرفش او ان انا اقول روح داخل كده عامل خطين كده ما بين قطر والسودان وروح اقول لا السودان احنا مش هنينكو تبقوا حلفاء مع قطر ان قطر دولة معادية لنا مش هنينكو تكونوا حلفاء مع تركيا لان تركيا دولة معادية لنا كونوا معنا طب نعمل ايه نعمل كزا وكزا ايه ده بقى دي حزبة تانية اذا لانا بقول لحضراتكم ان كل خطوط الورنج دي معنا حماس والسودان وحماس وقطر وحماس وتركيا وحماس وإيران دي كلها خطوط لازم ندقل عليها علشان نه افهم او في المقابل انها لا اروح راح لدولة زي كزا انا مش هل بقى اسمها دول بجد يعني الا في مين حركة معارضة عندكم حركة مسلحة ونادعم الارهاب انا مش يعني مش من انصار ان انا عامل ده بس هو زي ما ريجن مرة قالها ريجن رئيس امريكا في التمانينات قالك يعني الشخص يعني البني ادم اللي هو بحد بيقول عليه ارهابي هو بنوجد نظر حد تاني ده رجل بيدفع من رجل حرية الرجل يهودة براك اللي هو كان رئيس وزراء اسرائيل اللي قال له كنت هتحول لواحد من الفدائيين وروح افجر نفسي في وسط اي مجموعة من الاسرائيليين اللي بيحتلوا ارضي وبيترودوني الى اخره فهو نفس المعنى انت ممكن جدا تقول لا انت بتحاول انك انت تشكك الناس في ارادتي في ارادتهم في قيادتي ليك طبعا هعمل نفس الحكاية معرفش مصر بتفكر كده ولا سانوارة تانية لو انا في موقف صانع قرار او حد صانع قرار بيستشيرني هنرسم له خريطة زي دي مش هنسى بعيد اوي ان فيه تحت اسرائيل وامريكا وروسيا واروبا دوله هوبا ببقى وش بيتعاملوا معنا اوي بمنطق التحالفات لا هما بيتشغالين معنا بمنطق الصفقات يعني يجي مع مصر مسلا روسيا تقول لك عايز يتملوا فاعل ناوي اخد كذا 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 لكن السياحة لقد فيه مشاكل ويوقف الموضوع اه حق في ان انا ابني قواعد عسكرية عندك مصر ترفض تماما موجود قواعد عسكرية اجنبية على ارضيها انما ممكن اقولك مصر طب ما نديلك حاجة تانية غير ده لكن هو بيتعامل معك بالقطعة قطعة اه تشيري مني ده هتدني الفلوس دي بقى احنا خلصنا الصفقة دي لما فكرة انه مصر تبقى حليف لدولة الف او دولة بيه وتدخل تخوض معاها حروبها ومعاركها مصر الحالية رفضة ده تماما فيه تماما هندفعه يجوز جدا لكن فيه عائد بنحظة بيه اه طبعا عشان ما نجرش في حروب بيتعامل تاني مالقيش نفسي انا بخسر حلفاء لي عشان اصل انا متحالف مع الدب الروسي او مع السقر الامريكي او مع اوروبا او مع اسرائيل اسرائيل دي برضو فاعل خفي مهم جدا يعني اسرائيل في كل الدول دي اسرائيل بتلعب دور مع ايران وبتلعب دور في لبنان وبتلعب دور بس هم ما تقدر ستطلع منها ساهم واحد لان هي متشعبة في كل الاسر وهي بتدفع الجميع دفعا من اجل حاجتين واحد عدم استقرار المنطقة اتنين اضعاف كل قوة منوئة لها تطلع بقى ايران تطلع مصر تطلع عالسعودية زي ما تطلع وبالتالي الرسالة هنا انه هذه الخريطة وان بدت معقدة لكنها مبسطة جدا 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 يعني على كل الخطوط اللي عليكم شايفينها دي لكن هي ابسط كتير من الحقيقة لانه دا لسه في من كل دولة من دول ممكن تطلع كزا سهل في كزا اتجاه ايه الرسالة اللي انا عايز اقول لحضراتكم من كل الزيطة اللي انا عاد ترغي فيها دات حاجتين ارجعوا لسانتسو لما قال مستعد ادفع نصف ما املك عشان اعرف مين صديقي ومين عدوي ومين صديقي المحتمل ومين عدوي المحتمل مجرد انت تعرف الخريطة بتعرف مين معاك ومين ضدك دي في حد ذاتها مكسب كبير تاني حاجة خلق نقول انه معنى ان احنا نكون عارفين بدا بيدفعنا دفعا نحو فكرة اساسية ان هذه البلد فعلا في حرب لما بيكلموا في القيادة يقولك القائد الشاطر هو اللي يخلق sense of urgency يعني يخلق عند الناس احساس بان احنا ان احنا في مأزق انا بقول لحضراتكم اللي بيحكم البلد دلوقتي سواء اسمه الف او بيها او جيم هو مش محتاج يخلق هو موجود نحن في مأزق احنا في مأزق بمعنى ان مصر في مأزق وبالتالي علينا ان احنا نكون اكثر تمسكا بوطنيتنا اقل استعدادا لفكرة ومبدأ ان الخلافات اللي ما بيننا تصل لدرجة ان احنا ننال من استقرار هذه الدولة هذه الدولة اللي هي احنا لان افلاحي خالص هي احنا ببساطة بتخوض غمار معركة شرسة في تنافس حاد على النفوذ وعلى الجغرافية في المنطقة واحنا مطالبين بان نكون اكثر ثقة في انفسنا وفي مؤسساتنا ويا رب دايما الخير لمصر اطلع فاصل سريع وبعض الفاصل هيكون معي دكتور ايمن شبانة استاذ العلوم السياسية بمع الدراسات الافريقية جامعة القاهرة عشان ناخد جزء باصغير من الرسمة المعقدة دي كلها وايه اللي بيحصل في اثيوبيا ايه اللي بيحصل في السودان بيمكننا نعمل ايه علشان نمنع ضرر اي ممن يريده بنا ضرر انا بحرككم مرة تانية الحقيقة انا معي انا دايما منحز للجامعة كمؤسسة يعني ودايما الجامعة هي لو حالكم فكرتوا كده اللي يزوء مصر القدام هي جامعاتها الناس المتعلمة الناس المكملة تعليمها وعفريكا مش كلها بتخرجوا من الجامعة من كمالين تعليمهم بذات اليومين دول لكن انا عندي صديق عزيز السيد الدكتور ايمن شبان السيد العلم السياسية بمعدة رصالة الافريقية بجامعة القاهرة واحد نبهاء خريجي قسم العلم السياسية بكلية الاقتصاد دكتور ايمن اهلا و سلام اهلا و سلام ربنا يخليك ايمن خليني ابدأ السؤال السؤال الساعة الرجل اردوغندا اللي يودي السودان وعايزين ياخدوا جزيرة مش عايزين بتتفقوا انهم ياخدوا جزيرة و جزيرة مهمة ووضح انها لها اهمية يعني استراتيجية و اترك بقى اجرانا و ايه يعني يعني تركيا تخطط دائما للمستقبل بعيد المدى منذ العام الف تسعمائة تمانية وتسعين لديهم حلم ليه الوصول الى فضاءات سطن الفضاء الافريقى فشلوا في ان يكونوا ذينا لاوروبا من خلال دخول الاتحاد الاوروبي فاردوا ان يكونوا رأسا للعالم الاسلامي وبالتالي احلام الزعامة احلام الخلافة استعادت الخلافة التركية و هي ليست الاغراض دينية فحسب مسلمة يرى البعض ولكن الاغراض سياسية واغراض استراتيجية وضعوا خطة لانفتاح على القرى الافريقية منذ العام الفين و ثلاثة انضموا العضوية الاتحاد الافريقي كعض و مراكب في العام الفين و خمسة ثم في العام الفين و ثمانية حصلوا على مرتبة الشريك الاستراتيجي بالاتحاد الافريقي يعني ايه دي؟ شريك الاستراتيجي بمعنى انهم شركاء للاتحاد في التخطيط للمستقبل في المفتاح على العالم في المفاوضات المفاوضات الافريقية يعني هم عيون و دان هو و طبعا يحضرون قمم الاتحاد الافريقي ان لم يكن بشكل طبعا هم ليسوا اعضاء في الاتحاد الافريقي كعضو كامل ولكن عضو مراكب يحضر الاجتماعات وربما يشارك في المناقشات وهم بالتالي قريبين من دوائر صنع القرار لدى الاتحاد الافريقي ايضا اعضاء في بنك التنمية الافريقي يعني العضو رقم 25 من خارج الدائرة الافريقية او من خارج نطاق القرار الافريقية هم الاتراك يتحركون الان في بقاع استراتيجية في القرار الافريقي روحوا تشاد ذعوا الى تشاد ولم يكتفوا بذلك ولكن غرسوا وثبتوا اقدامهم في الصومال يعني اقاموا قاعدة عسكرية في الصومال اقاموا اكبر سفارة اجنبية في الصومال في مكوديشيو على مساحة 47 الف كيلو متر 47 الف سفارة 47 الف كيلو متر سفارة سفارة واين تعمل سفارة دكتور معتس تعمل السفارة من قلب مكوديشيو يعني الولايات المتحدة الامريكية نقلت سفارتها ومؤسساتها خارج مكوديشيو وربما في دول الجوار كينيا مثلا او اثيوبيا وبعض الدول نقلت هذه السفارة منها مصر نقلت السفارة خارج السومال طبعا باعتبار ان هناك اوضاع امنية غير مستقرة ومتردية ولكن تركيا تعمل من داخل مكوديشيو حتى ان الصوماليين يقولون انهم يشاهدون الاطراق لا يشاهدون غير الاطراق بانتظام في مكوديشيو يدفعون اربعة ونصف مليون دولار شهريا لحكومة الصومال لسداد الرواتب وخلافه ايضا اقاموا المستشفيات والمدارس والمصانع وكل ما هو متعلق بمدخلات البنية الاساسية في الصومال اقاموها حتى ان المواطن الصومالي رحب جدا على غير العادة بالقاعدة العسكرية التركية في الصومال وقال ان ايضا التركية هي الدولة الاولى في اعادة الاعمار في الصومال تليها الامارات تليها قطر وبالتالي الاطراق موجودون ايضا مسألة التجارة لديهم تجارة مع معظم دول افريقيا جنوب الصحراء خاصة مثلا اثيوبيا خاصة نيجيريا جنوب افريقيا لاحظ ان الدول الثلاث اقطاب كل في محيطه الاقليمي يعني تركيا لا تتحرك من فراغ مسألة شاد شاد اولا على خطوط تماث مع ليبيا حيث محاربة الارهاب وحيث وجود عناصر اسلامية تتصل بتركيا داعش والاخوان المسلمين وغيرهم في ليبيا شاد ايضا عضو في وليست عضو ولكن الفاعل الاساسي في محاربة الارهاب في غرب افريقيا ضد جماعة بوكو حرام من خلال عملية برخان او الكسبان الرملية وهي قاعدة موجودة في تشاد مدعومة من فرنسا ولخطورة الامر دعني اذكر نفسي والسادة المشاهدين بان فرنسا لم تتدخل في اي صراع داخلي في دولة انجلوفونية في القرى الافريقية خاصة في غرب افريقيا باستثناء تدخلها العسكري غير المباشر لمواجهة جماعة بوكو حرام في نيجيريا بعد ان شبت بوكو حرام عن الطوق وهجمت الكاميرون وهجمت النيجر وهجمت تشاد وهي مستعمرات فرنسية سابقة وايضا تركيا تتحرك في اثيوبيا للضغط على مصر من مسألة منابع النيل النيل مصلحة مصيرية ليست مصلحة حيوية وليست مصلحة عظمى وليست مصلحة ثانوية ولكن الامن الماء المصري مصلحة مصيرية يرتبط بها وجود الدولة المصرية بقاءا وعدما وبالتالي عندما نتحدث منذ كده يتحدث يريدوت ويقول مصر هبة النيل هذا الامر ليس من فراغ لا توجد دولة واحدة في العالم ساهم في تشكيلها ظاهرة طبيعية واحدة الا مصر التي ساهم في تشكيلها نهر النيل هذه مقولة الدكتور العلامة رحمه الله جمال حمدان النيل هو اطول شارع في مصر يعني النيل يختارك مصر من الجنوب خط عرض 22 حتى البحر المتوسط هل يوجد شارع اطول من هذا الشارع في مصر النيل هو العمودة فقر الدولة المصرية انا هستأذنك يا دكتور ايمان انا هطلع في فاصل بس بعد الفاصل انا اول حاجة احب ان انت تشير اليها او تفسرها لنا لماذا يجتمع رؤساء اركان قطر وتركيا والسودان في الخرطوم مبارح ايه؟ بيعملوا ايه؟ عزين ايه؟ يعني عزين اقول عسكريا ايه؟ مين اللي ممكن يكون مستهدف بتنسيق بين رؤساء اركان قطر وتركيا والسودان اللي بيكون احنا ياه؟ حتى لو احنا طبعزين مننا ايه؟ فاصل بنا رجع نكمل نقاشنا مع دكتور ايمان شبانة وسائز العلم الساسية لمعد درسات الافريقية جامعة القاهرة دكتور ايمان شبانة وسائز العلم الساسية بمعد درسات الافريقية جامعة القاهرة هو ضيفي علشاني جاوبنا على مجموعة من الاسئلة الصعبة واحدة منهم ترتبط بإيه اللي يخلي رؤساء أركان قطر والسودان وتركيا يجتمعون بالأمس في الخرطو يعني دعنا نراحص خلفية هذه النظام أولا النظام التركي معروف أن خلفيته جمع إسلامية تنتمي بشكل وآخر إلى الإخوان المسلمين النظام السوداني يعتقد أنه زعيم للحركة الإسلامية في المنطقة وهكذا يروج بحثا عن شرعية مفقودة النظام القطري مرتبط بدوائر متعلقة بها الإخوان المسلمين الجميع وإن كان قطر أو تركيا كانت شكل السافر لهذه المواجهة واضحة منذ البداية احتضان قطر وتركيا لفلول الإخوان المسلمين والهجوم الإعلامي المكسف بشكل يومي وعلى مدار الساعة ضد مصر النظام السوداني كان مستترا حتى يعني واتته الفرصة فانضم للتحالف مع كطر وتركيا وخرج من التحالف مع إيران عبر خطوات أربع بدأها بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في الخرطوم ثم المشاركة في عصيفة الحزم ومنورات رعد الشمال وختم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في يناير من العام 2016 على خلفية اغتيال أو إعدام نمر النمر وهو الزعيم الشيعي في المملكة العربية السعودية هستغذلك دكتور أيمن أنه معي اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي مفكر السياسي والاستراتيجي مساء الخير دكتور سمير أهلا متى خير للدكتور معتاز له ديفك العقلية دكتور سمير نحن في مأزق لأن احنا بنحاول نفهم تعقيدات كتير قوي وبتتحرك بسرعة قوي ايه مدى أهمية أنه يكون فيه اجتماع لرؤساء أركان اليوش التركية والسودانية والقطرية في الخرطوم تمام والاقتماع ده طبعا اللي هو تم المبارح احنا بنقول وراء الخلفية التي تمت قابليها وهي طبعا حركة مفاكة وغير متوقعة من السودان أن البشير خصص جزيرة سواكن السودانية الواقعة البحر الأحمر إلى تركيا طبعا الجزيرة دي بالذات عام 1629 كانت سواكن دي هي قاعدة عسكرية تركية للحملة العثمانية على اليمن كلمة دي تقولك معنى كبير جدا أنها هي موقع قدم لأي مكان يشتغل فيه في البحر الأحمر حاجة التانية أن البحر الأحمر النهاردة بيعتبر أحد مناطق الاجتماع أو توائل الأمن القوم المباشرة بالنسبة لمصر أن أي تغييرات فيه بتؤثر تأثير مباشرة على قناة السويت اللي عندنا وبالتالي نقول إنها تمثل تلت داخل القوم الماضي فعشان كده إحنا حطينا في اعتبارنا منذ حوالي سنتين لما بدأت القلاغ التحصل في اليمن إن إحنا لازم تكون عندنا قوة عسكرية تتواجد بالذات في البحر الأحمر وعلى الأخص في سباب المندب فالنهاردة لما تيجي عناصر زي تركيا بعيدة تماما عن المدان بتاعنا زي ما قال دفك العزيز إنها كانت بتعمل قبل كده على تبقالها زعامة إسلامية زعامة الشرقية أسطية زعامة تدخل الاتحاد الأوروبي لما جاد دلت تخش تاني في أفريقيا الموضوع ده يقلم وبالتالي إحنا الأنين لأن في تغير جوهائي في الاستراتيزية في منطقة البحر الأحمر يؤثر على الأمن القومي المصري وزي ما قلت لك عبدالذات قناة التوية وجاء ده مفاجئ فبالتالي يترجم دل إيه بقى لما يترجم حاجة دا كده يترجم إلى اجتماع رؤساء الأركان الدولي التلاتي وانت عارف الدول دي بالذات رؤساء الأركان دي يمثلهم القيادة الرئيسية لقواتهم المسلحة في الدول دي لأنها كلها رئيس الأركان بمسل قوة رئيسية هنلاقي قطر بأموالها هنلاقي تركيا بتواجدها دلوقتي في هيبقى موجود في السودان ثم زي شرح دفك العزيز في الصومال وده طبعا مكلد جدا أيضا مصر ثم دخلنا في السودان وهي أرض المنطقة اللي عملنا المشاكل فبالتالي ده بيبقى اجتماع هدف من تنسيق المعلومات تنسيق العمل المستقبلي في هذه المنطقة وأعتقد أن ده تغير كبير جدا في استراتيجية المنطقة بالزات على الحدود الجنوبية بتاعتنا وباتجاه دائرة القوم الأمن القوم القريبة اللي هي البحر الأحمر مشكرك دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي وإن كنت أنا يعني عايز حركه على هواق مباشرة حتى لو كان معلش يسامحني أنا عايز من حرك حلقة كاملة نقدر نقر فيها إيه اللي بتعمله قطر وتركيا والسودان والقصة دي لأنه يعني أعتقد حركه عارف أهمية إن إحنا نكون فاهمين يعني فإن شاء الله يكون لنا اللقاء مع الدكتور سمير فرج قريبا بإذن الله بالإضافة لما تفضل به الدكتور سمير فرج لماذا تنضم السودان إلى هذا التحالف؟ النظام السوداني منذ العام 1989 يقدم نفسه للسودانين باعتباره أنه نظام الإنقاذ الوطني أنه نظام الذي سوف يأخذ بيد الشعب السوداني للتقدم والتنمية اللي حدث التنمية في السودان في عدد هذا النظام انفصل الجنوب السوداني مساحة الجنوب تفوق مساحة حلايب 32 مرة وبالتالي لماذا التشبس بمسألة حلايب في الوقت الرأي هم يعتقدون أن الدولة المصرية بلغت مبلغا من الضعف يجعلهم قادرين في المرحلة الحالية على المساومة بمعنى نقف معكم مثلا في مسألة سد النهضة مقابل أن تتنازلوا عن حلايب دكتور أيمت سد النهضة إيه الموضوع؟ رزير خريجاتنا راح وسمعنا كلام عن أنه مصر تقترح ابن البنك الدولة تدخل سوف ترفض اسيوبيا هذا العرض المصري رغم أنه عرض الفرصة الأخيرة أو العرض الأخير الذي يمكن أن تقدمه مصر على صعيد التسوية السلمية لأنهم يريدون تنفيذ مخطط أبعد في مدى من مسألة انتاج الطاقة أو تخزين المياههم أولا ليسوا في حاجة إلى المياه ثانيا مسألة تخزين الطاقة يمكن أن تتحقق بكمية تخزين في بحيرة السد تصل إلى مثلا ربع الكمية أو خمس الكمية حتى التي يريدون تخزينها 14 مليار متر مكعب من المياه وليس 74 هي كمية كافية لتخزين نفس أو لتوليد نفس الكمية من الطاقة ولكن إثيوبيا بالطبع بدعم أمريكي بدعم إسرائيلي تريد أن تحول قواتها المائية إلى قوة سياسية تريد أن تتحكم في التفاعلات في إقليم حوض النيل مثلما هي فاعل أساسي في التفاعلات في القرن الأفريقي تريد أن تقدم نفسها للدول الغربية والقوة الإقليمية باعتبارها الشرطي أو الفاعل الذي يمكن الاعتماد عليه في ترتيب الأوضاع في المنطقة يريدون ابتزاز الدولة المصرية بشدة أطراف مصر إلى الجنوب إلى منابع النيل إسرائيل أيضا لديها مصلحة لم نستطع أن نحصل على المياه بالمحاصصة أن يحصلون على حصة فلنحصل عليها بالمحاصرة مخطط كبير جدا للأسف الشديد السودان تتماهى مع هذا المخطط الإثيوبي حولت نفسها من شريك أولا في أزمة سد النهضة إلى وسيط ثم إلى داعم والآن مروج لألسد لماذا النظام السوداني؟ لأن النظام السوداني فقد شرائطه في الداخل لديه أولا دولة انقسمت ومرشحة لمزيد من الانقسمات في درفور وفي شرق السودان وفي جنوب كردفان وفي النيل الأزرق لديها أكثر من 45 مليار ديون لديها حوار وطني متعسر لديها علاقات متأزمة مع الدول الغربية ما زالت ضمن قائمة الدول الرعية للإرهاب ما زالت السودان في مشكلة مع المحكمة الجنائية الدولية تورطت في الصراع الداخلي في ليبيا ودعمت قوات فجر ليبيا وعناصر مسلحة في ليبيا هذا النظام في خضام هذا التأزم الداخلي يبحث عن النجدة أو المدد أو الغيث في الهروب إلى الأمام وهو يتمهى أيضا مع الطيار الرافض لتنمية العلاقات مع مصر داخل السودان لأن السودان السياسة خرجية السودانية الآن يتنازعها طياران الطيار الأول طيار راغب في علاقات قوية ووصيقة مع مصر وطيار وطني طيار عروبي لا يعمل من أجل سودان ومصر فقط ولكن يعمل من أجل وطن عربي أو نظام إقليمي عربي ككل في مقابل طيار آخر يرفض تنمية العلاقات مع مصر ويتعامل مع مصر باعتبارها دولة احتلال دولة عنصرية دولة توسعية هذا الطيار الرافض لعلاقات مع مصر للأسف يفرض وجهة نظره على النظام السوداني في الوقت الراهن ودكتور معتز يعني دائما تحدث توطرات في العلاقات ما بين الدول هذا الأمر معروف جدا دائما هناك ملفات تعاونية وأخرى خلافية لكن أن يأتي رأس الدولة السودانية ويسمم العلاقات الشعبية بين مصر والسودان هذا هو الجديد هذا والذي لم نألفه في العلاقات بين مصر والسودان دائما قد يأتي مسؤول صغير ويصرح بتصريح غير مناسب ولكن دائما هناك مرجعية أن تأتي المشكلة أو يأتي التصريح غير المناسب من رأس الدولة السودانية فيتهم مصر دون دليل حقيقي لن أقول يقيني حتى دليل ظاهر شكرا جزيلا أعتقد أن حضراتكم يعني لمستم أنه إحنا بالفعل أمام مأزق المأزق ده اللي يطلب أنه كل واحد فينا يقوم بمهامه إيه يا باي ممكن كان معنا بعد من كده بس إحنا محنش محدش بيدعي عليكم أو على المصريين يعني أنه التحديات دي حد بيختلقها لأ هاتحديات حقيقية وإن شاء الله إحنا أدها أهم حاجة نعرف الاتحادات موجودة ونفهم أسبابها وشان نشوف إيه العلاج اللي يناسبها بشكر ضيفي الدكتور أيمان شبان وصدر المساسيات بعضة الأفريقية شكرا جزيلا عفوا دكتور واشكر حالكم شكرا جزيلا أن هذا ما أمكان إراده وتأسر أعداده وقدر الله لنا القول أسباح ركيس